كان سيدنا داود عليه السلام في أول صباه عندما قامت الحرب بين طالوت وجلوت وكان له الكرم من الله أن قتل جلوت وكان طالوت قد أعلن أنه من يقتل جلوت سيزوجه ابنته ويقاسمه في حكمه وبعد انتصار سيدنا داود عليه السلام على جلوت بدأ بخوض المعارك والانتصار بها وبدأت المكائد من حوله فخرج من القرية باحثا عن مكان يجد فيه الأمان فما كان من بعده إلا أن اجتمع بني إسرائيل على أن يعود سيدنا داود عليه السلام ليحكمهم بعد موت طالوت إن ما يفعله داود عليه السلام من أجل صلاح بني إسرائيل لا ينكره إلا جاحد فلقد أقام العدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه وأقام دولة قوية لا يستطيع أعداؤنا أن ينالوا منها ورغم كل هذا فداود النبي عليه السلام لا يكف عن مناجات ربه وها هي المعجزات تتوالى كلما قرأ داود عليه السلام وظل داود عليه السلام يعبد ربه فكان إذا قرأ في الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام كانت الطيور والجبال تسبح مع داود عليه السلام من شدة التأثر بجمال صوته حيث كان يقرأ الزبور بسبعين طريقة مختلفة وكان أفضل الصيام صيام داود فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يتوقف عن الذكر والصلاة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن معجزات داود عليه السلام أن الله تعالى ألان له الحديد فلقد كانت من المعجزات الباهرات كان الحديد يلين في يده من غير نار يصنع منه الدروع وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده رغم أنه كان نبيا وملكا وأوشك أن يولد سليمان عليه السلام ليكمل سلسلة الأنبياء المباركة وليرث داود عليه السلام وولد سليمان عليه السلام في أورشاليم عام تسعمائة وخمسة وثمانين قبل الميلاد وكانت فرحة كبيرة من بني إسرائيل تملأ أورشاليم لميلاد سليمان عليه السلام ولم يكن سليمان عليه السلام هو أكبر أبناء داود ولكنه كان أحكمهم فقد عرضت قضية على أبيه داود عليه السلام بين راع للغنم قد دخلت خرافه لأرض رجل قد تعب في زراعة أرضه وأفسد قطيع الغنم الأرض فاحتكما لسيدنا داود عليه السلام أين ذهبت أيتها الأغنام؟ أوه ضع ثمري وزرعي أغنامك أكلت ما شقيت في زراعته طال العام لم أقصد لم أقصد يا صاحب المزرعة حسنا إذن سأذهب إلى داود عليه السلام ليحكم بيننا فسمع داود عليه السلام لشكوى صاحب المزرعة يا نبي الله لقد أكلت أغنام هذا الرجل زرعي وثماري فقضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب المزرعة تعويضا له إلا أن سليمان عليه السلام قضى بأمر آخر لقد قضى سليمان عليه السلام لصاحب المزرعة بأن يأخذ الغنم ويستفيد بألبانها وخيرها وأن يقوم صاحب الغنم بزراعة الأرض لتعود لصاحبها كما كانت وبارك داود عليه السلام هذا الحل من ولده الذي يبلغ الآن من عمره إحدى عشرة سنة لقد أتاه الله الحكمة مثل أبيه فسليمان عليه السلام يشبه والده في خصاله النبيلة لقد عادت لك أرضك يا أخي صالحة مورقة نعم هذا صحيح لقد عادت أرضي صالحة ومورقة من جديد حسنا إذن وها هي أغنامك لم يوقس منها أي شيء بل أطعمتها وسقيتها تفضل اللهم احفظ داود وسليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وفي ليلة كانت سيدتان تجلسان تحت شجرة ومعهما رضيعيهما فهجم ذئب وأكل أحد الرضيعي واختلفت السيدتان أن الطفل لها إنه ولدي إنه ولدي أنا بل هو ابني أنا ولدك قد أكله الزئ فلنذهب إلى نبي الله داود عليه السلام ليحكم بيننا وليعيد إلي ولدي ووقفت أمام داود عليه السلام ليحكم بينهما إنه ولدي يا نبي الله لقد تركت ولدها للذئب فاختطف إنه ولدي أقسم بالله الواحد الأحد إنه ولدي يا نبي الله فحكم داود عليه السلام للكبرى بالولد ولدي عاد لي ولدي يا رب أظهر الحق على يد سليمان عليه السلام فلقد خدعت هذه الكاذبة نبي الله داود عليه السلام فإذا بسليمان عليه السلام أمامهما فعرف ما كان فأعادهما مرة أخرى وهذه أيضا من المواقف التي ظهرت فيها حكمة سيدنا سليمان عليه السلام وأمر سليمان عليه السلام أن يأتوه بسكين ليقسم الطفل بينهما وأنا أواثق على اقتسام الطفل بيننا لا لا أعطيها الطفل ولا تقسم ولدي أعطوها إياه حسب الله ونعم الوكيل فعرف سليمان عليه السلام من هي أم الرضيع فأعطاه للصغرى ولدي ولدي حبيبي عدت إليه عدت إلى حضن أمك وبعد أن أسس داود عليه السلام بناء راسخا لبني إسرائيل وأقام جيشا قويا يدافع عنها حانت لحظة النهاية وحان الفراق وجاء ملك الموت عليه السلام لداود فقال له داود عليه السلام أنت والله ملك الموت فقبضت روح داود الطاهرة ومات عليه السلام مات داود عليه السلام بعد مئة عام من العطاء والحب والإنفاق في سبيل الله والعبادة والصوم والصلاة وقيام الليل والدفاع عن الحق وأصبح سليمان عليه السلام بعد موت داود هو الحاكم الملك على بني إسرائيل وأصبح سليمان عليه السلام ملكا عظيما إنه سليمان بن داود عليهم السلام وظل سليمان عليه السلام يدعو ربه رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وقد استجاب الله تعالى لدعائه وأيده وسخر له من كل مخلوقاته الطيور والإنس والجن والشياطين ليبدأ سليمان عليه السلام رحلته لنشر الدين بكل ما أوتي من قوة وكان الجن يصنعون لسليمان عليه السلام الجفان وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء وقد عد سيدنا سليمان عليه السلام جيشا كبيرا ليفتح به الأرض واجتمع بقادته ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وناقش سليمان عليه السلام القادة في الحرب القادمة حيث إن أعداءه ما يزالون حوله ينوشون بسيوفهم ويرمون برماحهم بغية سقوط سليمان يا نبي الله لا بد أن نعد الجيوش للمعركة القادمة ولا بد أن يروا منا بأسا شديدا وأمر سليمان عليه السلام جنوده بالاستعداد للمعركة وبعد أن خرج الجيش وكان في طريقه وأحس النمل بخطوات جيش سليمان عليه السلام سبحان من خلق وعلم ودبر لها هذه الحاسة لكي تشعر بجيوش سليمان عليه السلام فقالت لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وهنا تجلت قدرة الله وعلمه الذي علمه لنبيه فقد سمع سيدنا سليمان عليه السلام ما دار من الحديث بين النملة وأخواتها وفهم ما قصدته النملة فتبسم ضاحكا من قولها ثم أمر جنوده بالمسير ببطء حتى يدخل النمل إلى بيوته ثم رفع سليمان عليه السلام يديه إلى السماء شاكرا الله تعالى على نعمه الكثيرة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين واستمرت معجزات نبي الله سليمان عليه السلام وما زال يحدث الطير ويفهم ما يقولون في معجزة خارقة وكان من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام الريح فقد كانت تستجيب لأمر النبي الكريم وتذهب حيث يأمرها سبحان الله وبحمده هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له يأمر سليمان الريح فتذهب حيث شاء وبدأت المعجزات والآيات تتوالى والدهشة تملأ القلوب والعيون مما يفعله سليمان عليه السلام في ملكه فقد اتسع ملكه ووصل لمشارق الأرض ومغاربها وأخذ يخوض المعارك ويفتح البلاد ويهدي العباد لرب العباد كان قويا عنيدا في الحق بجانب طيبته وخلقه الحسن يدافع عن ملكه ولا يتخاذل لقد ابتل الله عز وجل نبيه سليمان عليه السلام حتى يعرف أن الله هو القوي المدبر لكل أمر فقد سلب الله ملكه واستلم شيطان الملك وجلس على كرسيه حتى انتهى امتحان سيدنا سليمان عليه السلام وسليمان عليه السلام عاجز وقتها مسلوب للقوة وإما أن سليمان عليه السلام كان مسلوبا للقوة يجلس على الكرسي سواء كان هذا أو ذاك فلقد مر سليمان عليه السلام بهذه المحنة ليعلم الجميع أن الله هو الذي يملك كل شيء بعدها رجع سليمان عليه السلام لملكه أقوى بعد أن استغفر وحمد وشكر فلقد وصل إيمان سليمان عليه السلام لحق اليقين ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واخذ يتفقد الطير فوجد مكان الهدهد خاليا فقال ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين وعاد الهدهد في ذل وخضوع إلى الملك سليمان فوجده ساخطا عليه فقال له سليمان عليه السلام أين كنت أيها الهدهد وما هو سبب مخالفتك أمري سوف أعذبك أو أقتلك إن لم تأتني بسلطان مبين فقص الهدهد على سليمان عليه السلام قصته كلها وما رأى عند بالقيس فابتسم سليمان عليه السلام وقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون وذهب الهدهد في مهمته ولما وصل إلى مملكة سبب ألقى الكتاب وطار بعيدا ما رأيكم؟ أفتوني في أمري نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون أنا لا أرغب في حرب أخشى من الهوان على قومي هوان لا يستطيع أحد هزيمتنا يا ملكة البلاد فنحن الأقوى دائما سأرسل إلى سليمان بهدية فإذا كان من طلاب الدنيا قانع بها ورجع وإن رفضها يا مولاتي إن رفضها فهو صاحب مبدأ لا يحيد عنه جهزوا الهدايا لسليمان وأولها صندوق ممتلئ بالذهب والأحجار الكريمة سمعا وطاعة يا مولاتي نظر سليمان عليه السلام إلى الهدايا وقال من أين هذه؟ هدايا من الملكة بلقيس إلى الملك سليمان فقال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون هذا ما حدث يا مولاتي اسمعوا سنذهب لسليمان طائعين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون واجتمع سليمان عليه السلام بجنوده من الجن وقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أنا آتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قبل أن تقوم من مكانك أي قبل أن ينقضي مجلس حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قرب الزوال وأما قوله وإني عليه لقوي أمين أي وإني لذو قوة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك عاد الهدهد إلى سليمان عليه السلام وأخبره بخروجها فأمر سليمان عليه السلام الجن أن يعد لها بنيانا لتنزل فيه فلما جاءت قال لها سليمان عليه السلام ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فقال إنه صرح ممرد من قوارير فقالت الملكة بالقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه استقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين مات سليمان على كرسيه ولا يعلم أحد بموته عليه السلام فأخذت الجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبونه حيا قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما أخر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بعد هلاك قوم سيدنا هود عليه السلام جاء من بعدهم قوم نحتوا بيوتا في الجبال وسكنوها وبدأوا بالاستقرار واجتمع أغنياء القوم لاختيار قائد لهم لم أدعوكم لتناول الطعام والشراب فقط وإنما لأمر مهم إن كل قبيلة يجب أن يكون لها سيد يختاره علية القوم ليصرف أمورهم ويتحدث باسمهم بين القبائل هذا أمر في غاية الأهمية رجل يقضي بين الناس بالحكمة والعدل ويصلح الأمور المعوجة هل يجب أن يكون السيد من أصحاب المال والحسب والنسب أظن هذا ضروريا لنقبل سيادته علينا ما رأيكم في صالح؟ صالح؟ ولم لا؟ لا ينكر حسبه ونسبه وأخلاقه الكريمة وأدبه الجم إنه المرجو فينا للسيادة والرئاسة ولكن يعيبه شيء خطير لا يزور الآلهة ولا يقدم لها القرابين ووقع اختيارهم على سيدنا صالح عليه السلام فقد أرسله الله إلى قوم ثمود فجمع قومه للحديث معهم قال صالح عليه السلام السلام عليكم يا قوم ثمود أهلا بك يا سيد صالح طلبت أن تجتمع بنا خيرا قال صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ها؟ هل سمعتم قوله؟ يا صالح كيف نعبد الله وحده وندرك ما كان يعبد آباؤنا واجدادنا من آلهة؟ قال صالح عليه السلام هذا شرك بالله وذنب عظيم يجب أن تستغفروا الله عليه وتتوب إليه توبة نصوحة وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ونحن الذين تصورنا أنك تأتي لطلب السيادة والرئاسة اسمع يا صالح لقد كنت فينا مرجوا قبل كلامك هذا وكنا نفكر في أن نوليك علينا سيدا وإن كنت تفكر في المال أعطيناك ما تطلب قال صالح عليه السلام أنا لم أسألكم أجرا ولا منصبا وإنما أنا رسول من الله إليكم أهديكم إلى الحق وأحذركم من عاقبة الفساد كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولماذا نعبد إلهك وحده ونترك بقية الآلهة قال صالح عليه السلام أية آلهة إنها مجرد حجارة لا تنفع ولا تضر لا تعاند أنفسكم وتذكر نعم الله عليكم عن أي نعم تتحدث قال صالح عليه السلام لقد جعلكم الله خلفاء من بعد عاد وهيأ لكم الأرض بخيراتها تزرعون السهول وتبنون فيها القصور وتنحتون بيوتكم في أعلى الجبال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وما الذي يجعلنا نصدقك هل يعقل أن يكون كل الآباء والأجداد على باطل وأنت الوحيد على الصواب قال صالح عليه السلام يا قوم لقد جاءني من الله وحي ويقين ولماذا يأتي الوحي لك أنت بالذات من بيننا قال صالح عليه السلام يا قوم إني أدعوكم لنفعكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة يا رجل لماذا لا تنحز إلى رأي الأكثرية قال صالح عليه السلام ومن الذي ينصرني من الله إن عصيته أنت كاذب يا صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تذعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير لماذا خالفت قومك يا سيد صالح لقد كانوا يريدونك سيدا عليهم قال صالح عليه السلام لقد أرسلني الله تعالى لكي أدعو الناس جميعا إلى عبادته وماذا يريد هذا الدين من أتباعه قال صالح عليه السلام يريد الله منا أن يحسن الغني إلى الفقير وأن يحمي القوي الضعيف ويكون الناس جميعا سواسية في ميزان العدل نعم ولكن ما الهدايا والقرابين المطلوبة قال صالح عليه السلام الله سبحانه وتعالى يعطينا من فضله ولا يطلب منا شيئا إلا أن نتقيه ونحسن لأنفسنا ولكن إذا كان الكبراء والأغنياء قلوبهم قاسية ماذا يفعل أمثالي؟ قال صالح عليه السلام يستمرون على الصبر والإيمان وحسن الخلق وسينصرهم الله ولو بعد حين ما أطيب حديثك يا سيد صالح هل يجوز لي أن أنضم إلى دعوتك؟ قال صالح عليه السلام بالطبع يا بني شكرا شكرا يا سيد صالح هل سمعتم ما قاله صالح؟ وكنتم تريدون أن تجعله سيدا على ثموت ستصيبه الآلهة باللعنة والويل جزاء لافترائه عليها نحن في مصيبة كبيرة لا تهول الأمور يا سيد الكاهن فصالح لا يدعو إلى شيء منكر ولكنه كفر بآلهتنا وطلب منا أن نعبد ربه وحده آه أنت تخشى على عملك إذن بل أخشى على ثمود كلها دعوة صالح ستحط من شأننا جميعا وتساوي بيننا وبين الخدم في هذه معتحة وستفسد التجارة وتخسرون أموالكم إلا هذا لقد تعبنا في جمع الأموال إذن يجب أن نتحد جميعا لحارب دعوة صالح واستمر سيدنا صالح عليه السلام في دعوة قومه ولم يستجب له إلا فقراؤهم وضعفاؤهم وهذا ما جعل قومه يستهزئون به ما هذا الكلام العجيب؟ أنت يا صالح واحد من السادة الكرام فما الذي تفعله في نفسك؟ قال صالح عليه السلام اتقوا الله ربكم وانظروا إلى ما تفعلونه أنتم في أنفسكم فيدي الكهن ما الذي جرى لصالح؟ مسكين إنه مسحور مسحور؟ إذن هو لا يعي ما يقول كنت أشعر أنه غير طبيعي أيها الناس أنتم تتبعون رجلا مسحورا أتباع صالح يتزايدون في كل يوم رغم أنه مسحور وأنت أعلنت للناس ذلك المشكلة أن أتباعه لا يصدقون بأنه مسحور ويظنونه نبيا مرسلا من ربه قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين هل تسمحون لي بالكلام؟ ومن تكون؟ تاجر ذهب وفضة من أرض مجاورة تفضل بالحديث أيها السيد يجب أن تعجز صالح وتجعله يبدو كاذبا أو ضعيفا أمام قومه نعم الرأي سنرسل إليه ونطلب منه طلبا خارقا لا يقدر عليه نعم نعم يجب أن يبرهن على نبوته ولكن أي طلب خارق؟ قال صالح عليه السلام طلبتم رؤيتي أرجو أن يكون الله قد هداكم وأرشدكم إلى الحق اسمع يا سيد صالح أنت تقول إنك نبي مرسل من عند ربك ونحن نشك في هذا الأمر فما الذي يقطع الشك باليقين؟ قال صالح عليه السلام ماذا تريدون؟ هل ترى هذا الجبل الضخم هناك؟ قال صالح عليه السلام بالطبع أراه عظيم أخرج لنا من جوفه ناقة كبيرة قال صالح عليه السلام ناقة تخرج من جوف الجبل هل يصعب هذا على ربك؟ قال صالح عليه السلام سبحانه على كل شيء قدير عظيم أدعوه أن يخرج لنا الناقة وإذا كنت نبيه بحق سيستجيب لدعوتك قال صالح عليه السلام حسنا سأدعو الله بذلك لقد أعجزناه تماما أمامه مهلة حتى يوم غد فإن لم تخرج الناقة من الجبل؟ انتهى صالح يجب أن نجمع أهل ثمود في الفجر ليروا بأنفسهم فشله وضعفه ونقدم بعض الطعام للناس احتفالا بفوزنا عليه وأمضى سيدنا صالح عليه السلام الليلة كله يدعو ربه أن يظهر الآية التي طلبها قومه رغم استحالة طلبهم وتعجيزهم له واجتمع القوم جميعهم بانتظار انتهاء خلوة سيدنا صالح عليه السلام حتى يروا معجزته ها هو أول ضوء للنهار ولم يحدث أي شيء وهل من المعقول أن يلد الجبل ناقة إنها مجرد فكرة خيالية واهتز الجبل وذعر القوم وما هي إلا لحظات حتى انشق الجبل وظهرت لهم الناقة سبحان الله إننا لا نصدق هذا حقا لا نصدق لقد قصر الله مدنية قال صالح عليه السلام لقد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وبينما سيدنا صالح عليه السلام مشغول بتعليم قومه دينهم جاءه كبار القوم قال صالح عليه السلام الله تعالى يأمرنا أن نتراحم فيما بيننا وهل يأمرك ربك أن تخلف الوعود يا صالح؟ هذا اشتراء أي وعد؟ ما الأمر؟ قال صالح عليه السلام الله تعالى يأمرنا أن نفي بالوعود ولكن لا أفهم عن أي شيء تتحدث نحن طلبنا ناقة حبلة في شهرها الأخير وتلد لنا حوارا صغيرا قال صالح عليه السلام نعم إذن أنت لم تفي بوعدك ما لم تلد الناقة إن الدليل على نبوتك لم يثبت بعد وما هي إلا أيام حتى أنجبت الناقة واكتملت آية الله لقوم صالح عليه السلام يقول صالح عليه السلام الناقة ستشرب الماء وحدها من الجداول في يوم وماذا نشرب نحن في هذا اليوم؟ قال صالح عليه السلام ستعطيكم لبنا يكفي الجميع وفي اليوم التالي يشرب الناس جميعا وتتركون الناقة لترضع صغيرها بعد أن خرجت الناقة من الجبل وولدت أمام أعيننا من غير جمل لم أعد أستغرب شيئا قال صالح عليه السلام هل شرب الجميع يا صهيب؟ نعم يا نبي الله نحن آخر الشاربين قال صالح عليه السلام اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم هل رأيتم ما وصلنا إليه؟ ستعايرنا قبائل الدنيا بأسرها لأننا نفضل الناقة على أنفسنا عندي رأي نطلب اللبن جميعا في وقت واحد فيرتبك السقاة وتزداد المشاحنات وتعم الفوضى لا تزاحب ابتعد أيها الرجل إنه دوري أنا بل إنه دوري أنا قال صالح عليه السلام يا قوم تمهلوا سينال الجميع نصيبه من اللبن هل تذلنا يا صالح من أجل أن تسقينا؟ قال صالح عليه السلام معاذ الله أنتم قومي وإخوتي سأسقيكم بنفسي هيا يا صهيف تفضلوا بالهناء والصحة غير طيب غير طيب بالمرة هل لي في المزيد منه؟ فشلنا مرة أخرى ونجح صالح في تنظيم السقاية والآن ماذا نفعل؟ علينا أن نبعد الناقة عن أرضنا سيعيدها صالح وأتباعه إذن نذبح الناقة كانت هذه الناقة معجزة وصفها الله تعالى بقوله ناقة الله كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال وكانت إذا نامت في موضع هجرته كل الحيوانات الأخرى قال صالح عليه السلام أيها الناس لقد طلبتم دليلا على نبوتي والله أرسل لكم الدليل الذي طلبتم نعم نعرف ذلك يا صالح قال صالح عليه السلام ورغم ذلك عانتم أنفسكم وكفرتم بدعوتي وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم لماذا جمعتنا يا صالح؟ ماذا تريد أن تقول لنا؟ قال صالح عليه السلام الآية واضحة أمامكم تسير بينكم وتسقيكم جميعا حتى ترتو كل ذلك نعرفه من قبل فما الجديد؟ قال صالح عليه السلام أحذركم أن تؤذوا الناقة أو تمسوها بسوء هل نعتبر هذا تهديدا منك؟ قال صالح عليه السلام بل إنذار من الله تعالى أن يعذبكم عذابا أليما ورغم كل تحذيرات نبي الله صالح لقومه إلا أنها لم تردعهم وتردهم عن قرارهم في قتل الناقة لقد أصبح لدينا ثمانية رجال من أفضل فرسان ثمود وهم على أتم استعداد لتنفيذ مهمة قتل الناقة ليس أمرا سهلا والرجال الثمانية تنقصهم الجرأة والإقدام فهجم الرجال الثمانية مع قدار على الناقة وامتدت الأياد الآثمة القاتلة إليها وسالت الدماء سمحتها أحسنت يا قدار لا بد من الانتقام لن نترك هؤلاء الأشرار دون عقاب قال صالح عليه السلام بالطبع لن يفلتوا من العقاب ولكن من يعاقبهم؟ نحن يا نبي الله قال صالح عليه السلام الأمر قد تعدانا يا رجل فهم لم يكتفوا بحربنا والعدوان علينا وإنما اعتدوا على آية من آيات الله قال صالح عليه السلام بالطبع سأذهب لأحدث أهل ثمود قال صالح عليه السلام لقد حذرتكم مرارا من أن تمسوا الناقة بسوء وها نحن قتلناها فماذا أنت فاعل؟ قال صالح عليه السلام أنتم الذين حكمتم على أنفسكم وأضعتم آخر فرصة لطلب الرحمة وهل ستقتلنا جميعا دون سلاح؟ قال صالح عليه السلام لا تتعدل العذاب فإنه آتيكم أي عذاب تتحدث عنه إننا لا نصدقك إذا كنت مرسلا من الله بحق فقل لنا متى يعذبنا ربك قال صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب هل نظل ثلاثة أيام مستيقظين دون راحة؟ عند اقتراح ينهي المشكلة ما هو؟ نبادر نحن بالهجوم عليه ونقتله في بيته فنحبط أي خطط يعدها لنا وذهب القوم للبحث عن سيدنا صالح لقتله ولكنهم لم يفلحوا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون قال صالح عليه السلام الحمد لله على كل حال أرجوك لا تعد إلى بيتك هذه الليلة قال صالح عليه السلام اطمئنوا سنترك هذه الأرض كلها نترك أرضنا للأشرار وإلى أين نذهب يا سيدي؟ قال صالح عليه السلام الأرض كلها أرض الله أعد أمتعتكم ولا تأخذوا إلا الأشياء الضرورية ولا تثيروا ريبة الأشرار وأصبح أهل ثمود في اليوم الأول من انتظار العذاب ووجوههم مصفرة فارس الفرسان قاتل الناقة ماسخ صف لي كيف ذبحتها ما هذا السفار؟ ها؟ ربما أصابني المرء وأنت أيضاً لونك أصفر حقاً إذن سأذهب لأرتاح وفي اليوم الثاني أصبح أهل ثمود جلودهم حمراء ما هذا الحمار؟ أنت أحمر مني يا كانت أسخر مني وإلا ذبحتك مثلما ذبحت الناقة كنت أمازحك يا رجل هل ما نحن فيه لعنة أصابتنا من الناقة المسحورة؟ أم يا ترى هو بداية الانتقام من رب صالح؟ بالأمس كنا حمراً والآن أصبحنا سوداً هذا أمر غير عادي ليتك لم تذبح الناقة أنا لم أذبحها وحدي ليتكم لم ترتكبوا هذه الجريمة الآن ترينها جريمة ومن الذي دفعنا إليها؟ أعرف نحن النساء أغريناكم لتذبحوا الناقة ونحن جميعاً نتساوى في العقاب قال صالح عليه السلام أسرع قليداً لقد تركنا أرد سمودة يا نبي الله فهل لي من سؤال؟ قال صالح عليه السلام بالطبع لماذا تركنا أردنا للأشرار؟ قال صالح عليه السلام حتى ننجو مما ينتظرهم ماذا ينتظرهم يا سيدي؟ قال صالح عليه السلام غضب من الله وعقاب أليم هيا لا تؤذوا أعينكم برؤية ما سيجري للقوم الكافرين وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة انقضت الصيحة على الجبال فهلك فيها كل شيء حي وارتجفت الأرض رجفة جبارة فهلك فوقها كل شيء حي عذب الله الأشرار التسعة الذين ذبحوا الناقة وعذب بقية أهل ثمود لسقوتهم عن الحق ونصرتهم للباطل فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات أمرك يا سيد القائد هيا اضرع لا تندفعك الثور واحرص على حفظ توازنك ما زرة يا ذا القرنين بتار عقاب أمرك يا ذا القرنين رهن إشارتك أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار أليس الاختبار شاقا؟ من يفشر فيه لا أريده في جيشي واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة أمرك يا سيدي لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه من يسقط من التعب يترك الجيش فورا أيها التاجر أريد شيئا من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة خذ اللحم دون أجر يا عماه دون ثمن بارك الله لك بل ادعو لذي القرنين الذي نشر العدل والخير اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس عقاب أين أنت؟ هنا لم أكل منذ الصباح ليس هذا وقت الطعام هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية استعدوا للسفر سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي ها قد اعترفت معظم وليس كل يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم لنسافر غدا إن شئت بل نسافر الليلة سأصحب القائد عقابا والقائد بتارا وجنودهما في الرحلة وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا هؤلاء القوم لماذا يجلسونك المرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الضمأ ولا زرع أمامك كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء يمكنكم أن تحفروا هنا الماء يا سيدي لا أصدق عيني نعيش فوق الماء ولا ندرك كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر بل اشكر من وهبك الخير عن من تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة لقد انتهت مهمتنا ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم فصلوا لله واشكروه إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة احسموا أمركم الحرب 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 انتظروا أيها القوم لماذا نحارب ذي القرنين؟ إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضا دخلها وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خاونة أتباع للغزاة نقتلهم يا سيدي ليس الآن بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخاونة هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن ما هذا؟ زلزال زلزال المصيبة الأكبر إنه جيش الأعداء أيها القوم ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم وإنما جئت لأنشر الخير والعدل ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي نحن نستسلم أيها القائد خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا وتركنا لنعيش ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا إنها النهاية سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا سيدي ماذا نفعل بشأن الأسرة؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة لقد كان القوم كلهم فاسدين فهل نعذبهم جميعا؟ لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي لم يكن بوسعهم غير السكوت لم يكونوا قادرين على المقاومة هل نعف عنهم إذن؟ ليس هذا فقط بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه وثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أنهذ القرنين مهمته وقرر الرحيل فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة سيدي لقد استبد بنا تعب يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك مرهم بالتوقف سيد القائد إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة ولماذا نختار الأماكن الوعرة سكان القصور والحدائق ليس في حاجة إلينا بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين توقف أيها الساحر إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته يجب أن ندافع عن ألهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل ستعيننا أرواح الآلهة لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احق دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم أشكرهم ولكني أريد أن أقول شيئا صمتا أيها الناس إن ولا أنا لله وحده والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير أبيض أو أسود أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله قوموا بترويض الخيول كما علمتكم عندي سؤال يا سيد القائد تفضل كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها وعلاج الناس وبناء البيوت وزراعة الأرض هذا من فضل الله وحده قد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك أتجه إليهم بإذن الله الحرارة لا تحتمل غدا تعتاد الجو الحار هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة إنهم هناك ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل ولم يعلمهم أحد كيفية البناء وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة مروا الجنود بأن ينصبوا الخيام يسألون عن الخيام أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتا وأكواخا تحميهم من حرارة الشمس ونعلمهم أن يحفروا أنفاقا في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار أمرك يا سيدي ولكننا لا نعرف لغتهم سأحدثهم أنا أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار في الحال يا سيدي وأنت يا عقاب مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالا وأن يجمعوا المادة الصمغية من جوف الأشجار يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السرديب احذر وأنت تتحدث أمامهم أه؟ لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات علمنا ذو القرنين لغتكم هذا يعلمك يا بتار أن تكون حريصا في كلامك ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي جزاك الله خيرا عننا وعنهم هيا لنصعد وليبيت ليلتهم في البيوت الجديدة إننا لن ننساك يا ذا القرنين أشكرك لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك أنا أدعو لك من يدري أينا عند الله أكثر صلاحة ليست الهدايا في مقامك لكنها أفضل ما لدينا هذا الذهب لا يلزمني ربما يسعد النساء في قبيلتكم هل ترد هديتنا المتواطعة؟ أترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري أنا لا أستقر في أرض كما ترى ولكن أحب أن أراك على خير هونجا وعليكم السلام أيها القائد النبيل ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبالية عجيبة كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور توقفوا هنا الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا نعذكر إذن أيها القائد بل نستمر في صعود الجبل كيف إن في ذلك خطورة بالغة أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف لا أظن أن هناك أقواما يعيشون في تلك المنطقة النائية كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس سنصعد الجبل هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي لم أقصد إننا دائما أتباعك المخلصون سبحان الخالق العظيم والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف أين هو؟ اقترب يا رجل اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا كان رأيك هو الأصوب كالعادة لا عليك هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم ولكن في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا دلني فقط على مكانهم لا تطاردهم سأحدثهم بلغتهم سياناو السلام عليكم يا أهل تلك الأرض جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث ما أعجب هؤلاء القوم إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح أي طيبة وأي صلاح؟ إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا لا 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 أظن ذلك وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش لن نخسر شيئا إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة ماك حق هي تجربة خطيرة لكن ليس أمامنا حل آخر لنسرع إلي قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم هيا بنا ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر لا أريد أن أفسد الشاهية أريد لحما آدمية لا تخاف لن أؤذيكما نشكرك أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد خلقنا الله من أب واحد هو سيدنا آدم عليه السلام من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليه السلام وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء لم نر في حياتنا إنسانا مثلك ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين صدقونا أيها الناس إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجرا مقابل حماية أي قيمة لأجر يساوي الحياة لنعطه الذهب أو لنجعل له خرجا من ثروتنا إنه يستحق اهربوا إنهم قوم مأجوج لا تخافوا أنتم الآن في حمايتي إنك لا تعرفهم يا سيدي إنهم أقوام شرسون لقد رأيت عملاقين منهم إنهم قوم يأجوج أما مأجوج فهم أكثر خطورة كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم أمر عجيب إن محاربة هؤلاء القوم تعني فناء الجيش دون فائدة والعمل كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا سأفعل إن شاء الله أيها القائد الكريم لقد أحضرنا هذه الهدايا لك ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا أرجوك أن تقبل خذوا أموالكم وهداياكم لست أتقاضى عن عملي أجرا إنما أعمل لوجه الله عز وجل لقد سمعنا من أخبارك الطيبة وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة هذا من فضل الله نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع هنى أزى يأجوج ومأجوج سأبني لكم السد ولكن عليكم أن تعينوني نحن خدمك ورهن إشارتك مرنا ولن تجد منا إلا السمع والطاعة توكلت على الله لماذا لا نهجم على أهل السهول إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشا نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أعرض آلاف الجنود للموت بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء انصهر الحديد أيها القائد انفخ الآن حتى يصير نارا هل نهدر النحاس المزاب؟ نعم صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها حسنا هذا يكفي ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة ولتأتي المجموعة الثانية للعمل لم نشعر بتعب يا سيدي هذا أمر واجب التنفيذ فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة هيا أكمل عمل إخوانكم ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا يجب أن يصل إلى آخر الجبل لن يستطيع تسلق هذه المسافة إننا نبني سدا ليعيش إلى ما شاء الله بتار نعم يا سيد القائد هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه إنك لم تنل قصة من الراحة منذ أيام يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعاً ونحطمه آه آه إنه لا يتزحزح اقضفوا بكرات النار النار ترتد إلينا آه افعلوا أي شيء الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء انتهى البناء وأيها القائد هذا رحمة من ربي مري الجنود بأن يستعدوا للرحيل إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي هذا قدر المجاهدين في سبيل الله هذا السد لا يمكن تحطيمه أظن أنه سيبقى إلى أبد الدار لا شيء يبقى إلا الله السد اليوم منيع ولكن له أجل سيبلغه ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا عاش رجل صالح وعالم في أرض كنعان أمور الدنيا إنه حتى لا يهتم بالجوع أو الضمأ نعم لا يفكر إلا في الصلاة والعلم كفاكم سخرية من الرجل لا تنسوا أنه من الصالحين ودعاؤه مستجاب هل صحيح أنه يعرف؟ اسم الله الأعظم لاستو أدري المهم أن يساعدنا على سقوط المطر ومنع الجفاف يا سيد بلعام يا سيد بلعام ما هذا؟ كلاب تنبح وحمير تنهق وأناس تصيح كيف لعالم مثلي أن يتدارس أسرار العلم؟ أي أسرار يا سيد بلعام أريد أن أفهم لماذا تسقط ثمار الفاكهة إلى أسفل ولا تسقط إلى أعلى تحدث معي أنا يا بلعام إن الأرض جافة كما ترى هذا صحيح بسبب عدم سقوط الأمطار ليتك تدعو ربك أن يسقط الأمطار على زرعنا وسوف نكافئك بسلال الفاكهة ليس بالعام من يفكر في الطعام يا رجل سأدعو الله فقط رحمة بصغاركم يا رب دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم أغثنا وأنزل علينا فيضا من السماء جاء المطر هذا رائع الشكر لرب بلعام المطر وفير سيكون المحصول وفيرا هذا العام الحمد لله يا رب الحمد لله والشكر لك إلى أين تذهب يا بلعام الشمس غربت هذا موعد خلوتي وصلاتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لقد كلفنا آل كنعان جميعا أن نطلب منك أن تنصرنا على قوم موسى إننا في خطر عظيم يا سيد بلعام أي خطر؟ ما الذي يضركم في قوم يعسكرون على حدود أرضكم ولن يؤذوكم في شيء؟ إنهم بكل تأكيد يستعدون للحرب من أكد لك هذا؟ لماذا اختاروا أرضنا بالتحديد؟ إلا إذا كانوا ينون بنا شر اختصروا في الحديث أريد أن أخلو لعبادتي ماذا تريدون مني؟ نريدك أن تهلكهم بدعائكم الصالح أجن انت يا سور؟ أدعو على نبي الله ومن آمن معه إنك تدعو لإنقاذ أهلك وعشيرتك ويلكم هذا نبي الله موسى ومعه الملائكة ومعه المؤمنون سوف نكافئك بمئة رأس من الإبل عدت للمساومة يا رجل إنه لم يقصد يا بلعام بلعام؟ بلعام؟ هكذا دون سيد؟ هيا أغربوا عن وجهي أغربوا ولا تعودوا ثانية وأتتني فكرة رائعة ستغير الأمر تماما ما كل هذه الحشود من الناس؟ جئناك جميعا نستحلف أن تخلصنا من أعدائنا ونختارك أميرا علينا أمير؟ أنا الأمير؟ نعم ستكون حاكمنا وولي نعمتنا ولك منا المنزلة والمكانة لا نقطع أمرا إلا بك ونقسم لك على الولاء والطاعة ما قولك يا كبير القوم ورئيسهم؟ لا تقولوا عني كبير القوم ولا رئيسهم إنني أحب التواضع فقط قولوا إنني عالم لم نسمع رأيك يا سيد بلعام يا علمنا العظيم ها؟ هل ستدعو على موسى وقومه؟ أيها الناس يا أتباع بالعام ورعيته ما دامت هذه رغبتكم جميعا سوف أدعو على موسى وقومه بالهلاك إنها لحظة من لحظات المجد بالنسبة لي من اليوم سوف أتبعك وأسير في ركابك يا سيد بالعام قرر بالعام أن يدعو على نبي الله موسى ومن آمن معه فاتخذ طريقه إلى جبل حسبان راكبا فوق حماره وقومه من بني كنعان ينتظرون ما سيحدث هيا يا كسول ماذا دهاك أيها الحمار؟ ها؟ أتوقعني من فوقك؟ ليس لك إلا العصى ويحك يا بلعام أين تذهب الحمار يتكلم هذا أمر عجيب أعجب منهما تنوي أن تفعله وما شأنك أنت بما أفعل أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهتي الملائكة تردك لماذا ألا تعلم أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم نعم سأفعل ولا تحاول التدخل في حياتي مرة أخرى أنا حر أنا حر لم يعد إلا للحمار يعرفني الثواب من الخطأ خذ 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 وصل بلعام وصل بلعام مرحبا يا بلعام أقل قد وصلت أخيرا صمتا لا تزعج السيد بلعام تفضل بالدعاء اللهم 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 بحق اسمك الأعظم أهلك أهلك قومي سيد بلعام اللهم انصر اللهم اللهم انصر المؤمنين من قوم موسى أتدري ما تصنع يا سيد بلعام أنت تدعو لهم وتدعو علينا هم ها دعوني الآن ماذا فعلت يا رجل هذا شيء قد غلب الله عليه والله غالب على أمره لقد رأيت الكنعانيين فوق الجبل ينظرون إلينا وماذا في ذلك هم بكل تأكيد يدبرون لنا الأذى فلتحسن الظن بهم كما يعلمنا نبي الله موسى كيف نحسن الظن بقوم يعادوننا لم نتأكد أنهم يعادوننا كما تقول ثم إن الله يحمينا يا زمري ألم يشق لنا البحر وينجنا من فرعون وهامان وجنودهما كافا لقد سئمت من ترتيد قصة هذه المعجزة ما الذي يدور في رأسك يا بني إننا قوم أقوياء وباستطاعتنا أن نهجم عليهم من باب الوقاية لأنفسنا لم نهجم على أحد إلا بأمر من نبي الله موسى فلننتهي من هذا الجدل العقيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ لا يهم من أنا وكيف دخلت؟ المهم من أنت؟ وكيف ستخرج من هنا وتواجه الناس؟ أنا بالعام سيد القوم وسوف أخرج إلى الناس وماذا تقول لهم؟ أنا فاشل أنا لست عالما ولست صالحا ولم أقدر على حمايتكم بالدعاء كيف أرجوك؟ أتحب أن تضربني بالعصى مثلما ضربت الحمار الذي نصحك لا تستهزئ بي وحاول أن تساعدني حسنا لكي أساعدك يجب أن تعترف بالحقيقة أنت في موقف بالغ الصعوبة هذا صحيح لقد خسرت الدنيا والدين خسرت الدين هذا مؤكد أما الدنيا فما زال هناك أمل كيف؟ تدبر لم تستطع الدعاء عليهم لأن الله يرضى عنهم أما إذا غضب الله عليهم فسوف تنزل اللعنات على رؤوسهم هذا صحيح سأفكر وأتدبر لماذا جمعتنا يا بلعام؟ اسم السيد بلعام يا سور لا لم تعد سيدا بعد أن دعوت علينا تأدب يا سور كلنا آذان مصغية يا سيد بلعام اسمعوني جيدا جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلهن إلى أعدائكم المؤمنين ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها خسئت يا بلعام أهذه عفتك؟ انتظري حتى يكمل حديثة إذا سقط واحد منهم في الخطيئة سيصيب الجميع وبال عظيم ما رأيك في تنفيذ الخطة يا سيد بلعام؟ لا بأس هذه ابنتي كاسبي أرسلتها لتؤدي مهمتها متطوعة لصالح القبيلة هذا ما كنت أنتظره منك يا سور العطور الجميلة الفاكهة الطازجة من يشتري مني هذا العطر؟ لا تنظر إليهن يا زمري حتى لا تفتح بابا للشيطان الرجيم لم أبيع شيئا حتى الآن ولم يحدثني رجل واحد حاولي مرة أخرى يا شروات خذ مني الفاكهة فشلت خطتك يا بلعام لم تفشل بعد لننتظر قليلا لقد عادت النساء جميعا إلى هذه الدرجة تبلغ قوة إيمانهم بربهم؟ لقد بذلت أقصى جهدي ودبرت أعظم حيالي كيف يحدث هذا؟ أين منتك كاسبي يا سور؟ لم تعد بعد من أرض قوم موسى هي أملنا الأخير إذن هي قد عادت كاسبي أين الفاكهة التي كانت معك؟ أعطيتها لرجل من قوم موسى يدعى الزمري إذن أفهم من ذلك أنه تم كل شيء بنجاح كما أردت يا سيد بلعام عظيم نجحنا أخيرا نجحنا لقد هلكوا بالفعل سقط واحد منهم في المعصية وعما قليل سترى أثر ذلك على الجميع أين كنت يا زمري؟ ليس لك أن تسألني لقد رأيتك واقفا مع الفتاة التي تبيع الفاكهة ثم اختفيتما من أمامي هل حدث ما يقوله حييم؟ أنت وحييم لست ما أوصي أعلي آه آه بماذا تشعر؟ أشعر بآلام شديدة وإعياء إنك محموم يا أخي في الله أشعر بغثيان أيضا أسقوه بعض الماء وسأذهب لأبلغ نبي الله موسى بما جرى لا تزعجوا نبي الله في خلوته إنه مجرد ألم بسيط ومحتمل آه 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 أنا أيضا أنا أيضا أشعر بألم بطني ك supper كان لبي العام ما أرد حصل على المكانة والمنزلة بين قومه بعد أن باع دينه وضميره ههههههههههههνα لا بد أن يشرب الجميع نخب انتصارنا على قوم موسى سمعت إن الطعون يفتكوا بهم فتكه هذه هذه واحدة من مئات الحيال والأفكار العبقرية في رأسي إن الشيطان لكم عدر فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هل تشعر بالتحسن؟ بل بل الحالة أسوأ إلا متى نسكت على هذا الهوان ونحن لاعلم أسباب الوباء لا تعود لهذا الحديث أرجوك هل تريد مني شيئا آخر؟ نعم ماذا؟ أجبني سل نبي الله موسى أن يسامحني على تقصيري في اتباع دعوته آه أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى نبي الله لماذا أنت مقدب الجبين؟ لقد مات حييم يا زمري حقا؟ خبر سيء إذن أستطيع أن أخذ نصيبه من الطعام فأنا وكاسبي جائعان جدا هذه الليلة لن تقابل هذه المرأة الغاوية مرة أخرى هم؟ ومن سيمنعني؟ أنا أنت؟ يا لك من مغرور مصيبة مصيبة لا تتحدثوا كالكلاب اهدأوا اهدأوا وأخبروني ماذا جرى ابنتي ابنتي يا سيد بلعام ابنتي قتلت قتلها في الحاص هي وصاحبها زمري ليتخلص قومه من الوباء أعدها إلي أرجوك أجونينت الموتى لا يرجعون للحياة إلا يوم البعث أنت الذي قتلت ابنتي تأدب وأنت تخاطب أميرك وقائدك لم أكره ابنتك على شيء هي كانت على استعداد للفساد وأنت شجعتها تذكر هذا جيدا ما كان ينبغي أن تفعل هذا يا بني لم أدري بنفسي إلا وقد غرست الحربة في جسديهما قد أكون مخطئا ولكني أردت الخلاص لقومي ليس بهذه الطريقة ألم تشفى من مرضك؟ وغادرتنا الفئران آخذة وباء الطاعون إلى بعيد نعم هذا حدث ولكن القتل جريمة نكراء والخطيئة لا تعالج بخطيئة أخرى الحق أننا أخطأنا كثيرا في حق أنفسنا كيف؟ ظننا أننا نتبع نبي الله موسى ولكننا في الغالب نتبع أهواءنا هل من سبيل إلى التوبة؟ نعود إلى أوامر نبي الله ولا نخالفها سنفعل إنني جائع وعطشان يا إبليس لم أنجبك لأنفق عليك طوال الوقت يا بلعام إنني في أزمة وسوف أرد إليك كل قطعة نقود تنفقها علي عندما أسترد مكانتي تسترد ماذا؟ لم أسمعك جيدا لا تسخر مني سوف أجد وسيلة أسترد بها مكانتي ومنزلتي بين الناس تلك المنزلة التي بعت من أجلها آيات الله وعلمه لك أنت الذي أضللتني كاذب لقد كنت عبدا صالحا مستجاب الدعوة فانسلخت من آيات الله أنت الذي فكرت ودبرت للشر لا أنا أتتخلى عني الآن؟ بالطبع إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أنت لا أريد شيئا منك اذهب إلى الجحيم اذهب سأذهب وسأنتظرك هناك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون عاش بطل قصتنا في زمن الفترة أيما بعد سيدنا عيسى عليه السلام وقبل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدعى برسيصة يقولون إن الراهب برسيصة كان يصوم عن الطعام أربعين يوما لا يشرب فيها إلا الماء ثم يفطر لمدة يوم واحد ويعاود الصيام مرة أخرى يا رب يا رب لقد تعبت من السجر لماذا يقتن الراهب برسيصة في هذا المكان الموحش؟ إنه يعتزل الناس ليتعبد ويخشع لله وحده ها قد وصلنا سأطرق الباب بسمك اللهم أرحني يا الله بعظيم رحمتك لقد بدأ في صلاته الآن ومتى سينتهي يا أبا نوب؟ لا أدري قد يصلي عشر ساعات وأحيانا يستغرق في الصلاة لأيام كاملة وهل ننتظر لأيام كاملة لنسأله الدعاء والنصر على الأعداء؟ هيا يا برسوم هيا يا أبا نوب سنأتي له في وقت لاحق ماذا بك يا سيد الشار؟ أراك تبدو حزينا مهمومة كلما أرسلت الشيطان ليوسوس إلى ذلك الراهب وينهيه عن الصلاة فشيل في مهمته تقصد برصيصة؟ هل لي أن أجرب؟ أنت من أذكى وأخلص تلاميذي أيها الشيطان الأبيض ولكننا جربنا كل الحيال معاه دعني أحاول مرة أخرى لن نخسر شيئا يعجبني حماسك للعمل لا بأس حاول يا أبيض وأطلعني على نتيجة عملك أولا بأول من أنت يا أخي؟ سلام عليك أيها الراهب الكريم برصيصة وعليك السلام لم أتعرف عليك بعد واحد من آلاف المخلوقات فما أهمية الإسم؟ صحيح، يبدو أنك رجل حكيم أرجوك، أرجوك أن تعلمني شيئا أستفيد به في حياتي سأعلمك دعاء إذا قلته على جسد مريض شفي من مرضه في الحال وهل هذا ممكن؟ سترى بنفسك وما هي خطتك يا أبيض؟ سأذهب إلى بعض الناس من الحكام والأكابر وأصرعهم وأسكن في داخله وسيستنجد أهالي المرضى بالراهب العادل الصالح وهنا يقرأ الدعاء الذي علمته له وساعتها تخرج من جسد المريض وكأنه هو الذي شفيه بالضبط يا سيد الشر ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدب مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أโох يهدى يا وزيري أين الأطباء؟ عرضناه على كل الأطباء يا مولاي سيدي الملكة باتريك هل لي أن أقترح حلا لعلاج الوزير بلاطس تحدث يا الجندي أبا نوب هناك راهب صالح يسكن في صومعة في أطراف المدينة يدعى برصيصة سمعت به وماذا بوسعه أن يفعل قد يكون دعاء رجل صالح كهذا مستجابا عند الله خذوه إلى ذلك الراهب فورا ربما أمكنه العلاج لن نخسر شيئا بالتجربة أرجوك يا سيدي صلي من أجله أو اقرأ له شيئا من الدعاء المبارك الدعاء المبارك ومن غيرك يستطيع علاجه سأجرب شيئا ربما نجحت آه نار في رأسي النجدة النجدة الشيطان الأبيض يخرج من جسد الوزير أين أنا؟ وما الذي جاء به إلى هذا المكان؟ أما تشعر بالألم؟ على الإطلاق إنني في أتم صحة حمدا لله يا له من أمر عجيب بورك فيك يا سيدي الراهب أنا لم أفعل شيئا يا لك من رجل متواضع هذه شيم العظام اسمح لي أن أقبل يدك يا سيدي الراهب لألتمس البركة وأنا أيضا أرجوك يا سيد برسيسة لا يوجد غيرك يمكن أن نعهد إليه برعاية أختنا قلت لكم لا وألف لا كيف أعيش مع امرأة غريبة في بيت واحد؟ لن تكون في بيت واحد سنبني لها غرفة بجوار صومعتك سأراها في طريقي كل يوم سأمرها أن تحبس نفسها في هذه الغرفة ولا تطيع في غيابنا إلا سيدها الراهب لا لا ستشغلني صغائر الأمور هذه عن العبادة يا سيد الراهب نحن مضطرون للسفر جميعا وستهلك المسكينة بدونك هل يرضيك هذا؟ ولكن أرجوك يا سيدي قل موافق ولكن نتوسل إليك أن لا تخذلنا لا فائدة ليس أمامي إلا أن أقبل هذه المهمة الثقيلة سافر إخوة الفتاة وتركوها في رعاية الراهب الذي كان شديد التخوف من فتنة النساء وكان لشدة حرصه يترك الطعام على بابها ويترك الباب ثم يجري حتى لا يراها أو يتحدث إليها أين كنت مختفيا يا صديق العزيز؟ دعاءك الذي علمته لي أثاره طيب للغاية ما قرأته على مريض إلا وساعده على الشفاء الله هو الشافي ما نحن إلا أسباب في يديه ماذا بك يا صديقي؟ أشعر بشيء من الهم والخوف فلقد عهد إلي بمسؤولية ثقيلة في رعاية فتاة تقطن بجواري عانك الله سمعت اليوم صوت الذئب يحوي لعله اشتم رائحة طعام قريبة أنا وضعت الطعام على بابها أيكون الذئب قد أكله؟ لست أدري كان الأحوة أن ننتظر حتى تأخذ منك الطعام بنفسها أتظن ذلك؟ يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذر مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لا؟ لست هو؟ من تكون إذن؟ بل أنا برصيصة، ولكنني لست سيداً لأحد، هذا ما قصدته هذا تواضع عظيم منك إليك هذا الطعام أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي هذا واجبي، لقد خشيت أن يأكل الذئب الطعام، لهذا وقفت أنتظرك هل الذئب قريب من هنا؟ ماذا؟ لست أدري، ألك حاجة في شيء؟ إني خائفة، أقصد شكراً لك سيدي على تعبك أغلقي الباب خلفك جيداً أعددت الطعام بنفسك وحاملته إلي أستغفر الله، أستغفر الله يجب أن أبدأ صلاتي من جديد يسمع برصيصة أحدهم قادمة هي بالتأكيد ما هذه الجرأة؟ لن أفتح لها أحدهم يطرق الباب من بالباب؟ نهو أنا معذرة يا أخي، كنت أظنك هي هي؟ هي من؟ الفتاة التي حدثتك عنها لا أتذكر شيئاً الفتاة التي عهد إلي إخوتها برعايتها نعم، 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 تذكرت سمحني، مثل هذه الأحاديث لا تعلق برأسي أقسم لك أنني لم أحدثها إلا مرة واحدة خشيت أن يأكل الذئب طعامها، ومن وقتها لا أطرق بابها هتقصد المسكينة التي توشك على الموت؟ ماذا تقول؟ نهو مريضة تحتضر وكيف عرفت؟ سعالها يدمي القلوب مسكينة ستموت موتاً بطيئاً إذا لم يسعفها أحد ما العمل؟ كيف أتصرف؟ ادخل إلى غرفتها وحاول أن تساعدها لا تخشى على نفسك فأنت راهب وعابد وزاهد ودعواتك مجابة بأمر الله نعم، ولكن إما هذا وإما أن تتركها تموت يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدر مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم عفواً لدخولي إنما أردت أن أطمئن عليك أهلاً سيدي دعك من الكلام الآن وتناولي هذا العسل الجبلي هو مفيد جداً لك ما أطيب طعمه شكراً لك لا شكر على واجب يا معذيرة لم أعرف اسمك اسمي ريموندا يا سيدي ريموندا؟ ما معنى هذا الاسم؟ يقولون إن معناه نور العالم نور العالم يا له من معنى جميل إنني في الحقيقة نادم أشد الندم نادم على فعل الخير؟ لم أعد أفهمك يا صديقي لقد شفيت الفتاة تماماً لم تعود بحاجة إلى وجودي بجانبها أكمل ثم ماذا؟ لكنني أواصل زيارتها كل يوم ونجلس معاً للحديث والضحك بدون ضرورة للزيارة كيف بدون ضرورة؟ إن هذه المسكينة تعيش أحدها بين أربعة جدران ومن واجبك أن تسليها وتؤنس وحدتها أؤنس وحدتها؟ هذا هذا كلام خطير ما الذي يخيفك في الأمر؟ يخيفني أنني رجل قد أقع في الفتنة وهي امرأة آية في الجمال والرقة والعذوبة تتحدث كأنك إنسان عادي أنت راهب يا برصيصة وزاهد ونفسك طاهرة أنت غير الناس جميعاً أتظن ذلك حقاً؟ سيدي الراحب ألن تذهب إلى صومعتك لترتاح؟ راحتي هنا إلى جوارك لقد تأخر الوقت يا سيدي والأفضل لصحتك أن تنام كيف أنام وأترك نور العالم كله؟ أنت نور عالمي يا ريموندا ولا سعادة لي بدونك أين كنت كل هذا الوقت؟ ماذرة يا سيد الشار كنت مجغولاً في العمل مع الراهب برصيصة؟ نعم وهل وصلت إلى نتيجة ما؟ أجبني بسرعة لقد سقط برصيصة في الفاحشة حقا؟ لا أصدق لقد فعلتها أيها الشيطان الأبيض لماذا تبكين الآن؟ ليتني ميت قبل أن يحدث ما حدث، إنني أكره نفسي أما أنا فلا يوجد في قلبي إلا الحب لك يا ريموندا أرجوك يا سيدي اتركني، اتركني وكفى ما جرى بل ستأتين معي لتعيش في صومعتي، فليشك فينا أحد من الناس ماذا سيفعل إخوتي عندما يعلمون بالفضيحة؟ ومن سيخبرهم بها؟ هل سأعيش بقية عمري على هذا النحو؟ وأثمرت جريمة برصيصا مع الفتاة طفلا بريئا لا ذنب له قلت لك ألف مرة إنني لا أريد طفلا نحن لسنا زوجين لتنجي بيلي لقد جاء المسكين إلى الدنيا ولا ذنب له فيما جرى ماذا سأقول للناس إن علموا بوجوده؟ أسكتيه فورا بأية طريقة؟ المسكين يتألم من البرد؟ سأذهب أنا إلى غرفة القديمة فأحضر ما أجده من ملابس لعله يتدفأ ويرتاح سلام عليك أيها الراهب العابد الطاهر لمن هذا الطفل يا ترى؟ لا أدري لو رآه غيري من الناس لظن أنه ولدك ولو رآه إخوة الفتاة ماذا سيفعلون بك؟ هذه مشكلة وعليك أن تحلها وبينما كانت الفتاة مشغولة بتوفير أسباب الحياة لولدها الرضيع كان برسيسا مشغولا بدفن الطفل بعد قتله اشتركوا في القناة لقد أحضرت له الملابس الثقيلة هل نعم؟ سأذهب إليه إنني لا أجده في الصومع برسيسا؟ برسيسا؟ أين ولدي؟ ماذا فعلت بالطفل؟ أجبني فعلت ما كان ينبغي أن أفعل أنا لا أفهم أين ابني؟ أين ابني؟ ابنك كان سيجلب لنا العار وقد تخلصت منه قتلت لا لا أنت تكذب أين ولدنا؟ أستحلفك بالله الذي تصلي له يا برسيسا أستحلفك بالله ألا تفهمين؟ ألا تفهمين؟ ولدنا مات لا لا أرجوك قل لي أين هو؟ أنا قتلته ودفنته بيدي هتين حتى أحافظ على سمعتي بين الناس أهذا ما يهمك؟ سأخبر الناس عنك قلت خرسي سأحبسك في هذه الصومع حتى تتعلم الأدب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم تحدث يا برسيسة لقد قتلت الطفل مثل ما نصحتني أنا؟ أنا؟ أنا لم أنصحك بالقتل قلت لك فقط يجب أن تتخلص من الفضيح المهم الآن أن ريموندا غاضبة وتصرخ طوال الوقت كالمجنونة وأين هي الآن؟ حبستها في صومعتي آه هذا خطأ كبير قد يمر أحد الناس بجوار الصومعة فتستنجد به أو تحكي له كل شيء أيمكن أن تفعل ذلك؟ لا تنسى أنها مجروحة أنت قتلت ابنه المرأة لا يصمت لسانها ما دامت على قيد الحياة إذن أقتلها وأجبرها على الصمت انتظر يا برسيسة لا تتعجل يا أخي العجلة من الشيطان أسلوبك رائع يا أبيض وسوست له بالفكرة دون حتى أن يلاحظ أخرج من هنا ماذا تريد؟ لن أؤذيك يا نور العالم إذا وعدتيني أن تلتزم الصمت وتنسي ما جرى كل ما يهمك أن أصمت ولا يفتضح أمرك لا لا يا برسيسة لن أصمت أبدا إذن أنت لم تتركي لي خيارا آخر لقد قتلتني قبل ذلك مرتين قتلتني يوم وثقت بك وقتلتني يوم أخذت ابني لا فائدة يجب أن أقتلك وسأدفنك بجواره وقتل برسيسة ريموندا آه اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي اللهم اغفر لي خطيئتي إنك أنت الغفور الرحيم سيد الراهب كيف ماتت أختنا ريموندا؟ مرضت مرضا شديدا وحاولت إسعافها بكل الطرق نعرف أنك لم تقصر يا سيد الراهب في مداواتها شكرا لكل ما فعلته من أجل أختنا لقد قمت فقط بواجبي من أنت أيها الغريب؟ رجل مسافر، أين أختك؟ لا تذكرني رحمها الله ماتت مريضة بل ماتت مقتولة بعد أنها هجعل قتل وصير كيف تجرؤ على اتهام الراهب برسيسة بهذا؟ عندي الدليل على صحة كلامي هل تخبرني بالحقيقة؟ جرب نفسك لتعرف أنني أخبرك بالحقيقة كان كابوساً فضيعاً لقد رأيت لا عليك أما أنا فلا أستطيع الكتمان ما رأيته في الحلم كان قبر أختنا هذا نفس ما رأيته ودلني عليه رجل مسافر هو نفس حلمي أيضاً لقد قال الرجل إنها مدفونة بجوار الغرفة التي بنيناها لها نعم على يمين الباب في حفرة عميقة ومعها طفلها الذي أنجبته من الراهب هل يمكن أن نرى جميعاً نفس الحلم؟ دعونا نتحقق من هذا الأمر وحفروا الأرض ثم أخذوا الراهب جراً ماذا دهاكم؟ أنا الراهب برسيسة أصمت أيها المجرم أرجوكم أرجوكم دعوني أدافع عن نفسي ستتحدث أمام الحاكم باتريك ووزرائه والناس أجمعين لماذا تفضحونني وتفضحون أختكم؟ سأعطيكم أي تعويض تطلبونه اخرس ولا تزد كلمة واحدة يا للفضيحة يا للفضيحة يا لك من داهية يا أبيض إنني أعترف بالدهشة أمام قدراتك الشيطانية لست راضياً عن نفسي بعد يا سيد إبليس كيف؟ لقد صبرت على الراهب حتى جعلته يرتكب الفاحشة ثم جعلته يقتل مرتين هذا غير الكذب فماذا تريد أكثر؟ إن الطموح لا يتوقف عند أحد ماذا تدبر أيها الشيطان؟ سترى سترى حالاً يا سيد إبليس أرجوك يا صديقي أن تنجيني أنت الذي فعلت ذلك بنفسك يا سيد الراهب لم أعود راهباً أنا فاحش وكاذب وقاتل أرجوك ساعدني كيف أساعدك الآن؟ لماذا لم تتق الله؟ كيف لم تستح وأنت أتقى بني إسرائيل؟ أرجوك لا تزد من ألمي ثم إنك اعترفت لإخوة الفتاة بكل ما فعلت أوقفك في غاية الصوبة أنت الذي دفعتني لهذا كنت تشير إلي أن أحدثها ألا أتركها وحيدة كنت تشجعني دائماً حتى حتى ماذا؟ أكمل أنت شيطان نعم أنت شيطان أخيراً أخيراً عرفتني ولكنه إدراك متأخر يدل على الغذاء الشديد لا تؤخذني إنما أقرر حقيقة دعك من الكلام وفعل شيئاً سيقتلونني سيقتلونك هذا شيء مؤكد وليس أمامك إلا حل وحيد قبلته قبلته ما هو؟ أسجد لي سجد واحد وأنجيك من كل هؤلاء قبلت الآن يا سيد إبليس أستطيع أن أقول أنني أتممت المهمة إنني ساجد أمامك فأجرني هذا ما أردته منك يا ورصيصة وكانت النتيجة أنك كفرت بربك إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين هو المذنب اقتلوه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين حدثت هذه القصة في عصر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسرعي يا أم عمارة تأخرنا ودخل الليل علينا أوشكت على الانتهاء يا أمي هيا يا ابنتي حتى لا يتعرض لنا اللصوص أي لصوص لقد قضى أمير المؤمنين بعدله على السرق معك حق من كان لصوصا أصبح نوعين إما خائف من غضب عمر وإما تائب يكسب الحلال هيا يا أم عمارة الحليب قليل هذه الليلة حمدا لله على كل حال لبن الإبل سقيل فإذا خلطناه بقليل من الماء لن يلاحظ أحد ما هذا يا أمي كيف نقبل أن نخدع الناس يا ابنتي نحن فقراء في أشد الحاجة لمزيد من المال ألم تسمع أمير المؤمنين وهو ينهى عن خلط اللبن بالماء وأي نوع من الغش في التجارة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اصمتي وادخل البيت لن يرى عمر بن الخطاب ما سنفعله إذا لم يرنا عمر فإن رب عمر يرانا في كل حين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه مارا في جولته لتفقد أحوال المسلمين وسمع حوار المرأتين أتي يا أم عمارة بكم بعت الحليب؟ بدرهمين اثنين لو أنك سمعت كلامي وخلطه بالماء لأمكنك البيع بخمسة ضراهم وما قيمة الرزق الذي لا يبارك الله فيه يا ابنتي أنا أكبر منك وأفهم الدنيا عنك يجب أن تكون ذات مكر وحيلة لتكسبي رزقك بين التجار لا يا أم صدقيني لا حيلة فالرزق الرزق هو الشيء الوحيد الذي ضمنه الله لنا في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم ومن يدري قد أرزق بما لا يخطر حتى في بالنا هيا تناول هذا التمر الطيب بالهناء والشفاء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ألا تعلم يا أسلم لماذا طلب أبي الإجتماع بنا؟ في الأغلب هذا شأن عائلي أبي يعتبرك واحدا من أولاده يا أسلم صدقني يا عبدالله لا أدري السبب اسمح لي سأقضي بعض الأمور العاجلة تفضل يا أسلم في رعاية الله وما ظنك يا عبدالرحمن لا أدري ما هو أبونا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين ابتسم له الفاروق عمر وحياهم بتحية الإسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي خيرا يا أبي هل من خدمة نؤديها لك؟ مرنا نطيع يا أمير المؤمنين قال عمر بن الخطاب لأولاده هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه بها؟ لي زوجة صالحة وأؤثر إخوتي على نفسي وأنا أيضا لي زوجة أخونا عاصم هو الذي لم يتزوج بعد يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني قال عمر بن الخطاب بورك لك يا أبني ولو كان أبوكم شابا فتيا لما سبقه منكم أحد إلى هذه الفتاة إلى هذا الحد تمدح أخلاقها؟ إذن هي فتاة غير عادية تستحق أن يمتدحها عمر بن الخطاب تمم الله زوجكم على خير بورك لك في زوجتك يا أخي هذه الحناء ستجعلك أكثر جمالا في عين زوجك إن شاء الله يا أم عمارة اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من يصدق يا ابنتي أن أمير المؤمنين يطرق بابنا ليخطبك إلى ابنه عاصم الخليفة الحاكم الذي يأمر فيطاع يسعى لمصاهرة بائعة لبن فقيرة مثلي بل اختار لابنه زوجة تخشى الله وكنز من الخلق الطيب هل تذكرين يا أمي وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم إذا أنجبت ولدا بالطبع ستسمينه عمارة أليس كذلك؟ بل عمر يكونك جده الفاروق كيف حالك الآن يا أم ليلى؟ بخير والحمد لله لم أستطع النوم بسبب ابنتك ليلى لا يجب أن تزعجي أمك يا صغيرتي يا لها من فتاة جميلة كنت أحب أن أنجب لك صبياً أسميه عمر على اسم واردك الكريم ليلى عندي بالدنيا يا أم ليلى وسوف تصبح بإذن الله ذات شأن كبير وبالفعل كبرت هذه الطفلة ليلى ومن نسدها جاء الصبي عمر عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وشبيه عمر بن الخطاب في عدله وحكمته ترجمة نانسي قنقر رقم لك